بعد اعلان مستشارة الامين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مبادرة لحل الازمة السياسية الراهنة ومنع انزلاق البلاد الى صراع عسكري جديد اعلن عشرات النواب بالبرلمان الليبي رفضهم للخطة الاممية ثلاثة وتسعون نائبا ليبيا قالوا في بيان مشترك ان الخطة الاممية تمثل مسارا موازيا غير مبرار لا سيما بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين البرلمان والمجلس الاعلى للدولة بشأن معالم المسار الدستوري ومواعيده واولوياته بكل وضوح للوصول الى انتخابات في اقرب وقت ممكن وحظيت المبادرة الاممية التي تدعمها دول غربية بترحيب الاطراف السياسية في غرب ليبيا كالمجلس الاعلى للدولة والحكومة والمجلس الرئاسي بينما رفضها مجلس النواب رفضا قاطعا محذرا للبعثة الاممية من النتائج التي قد تؤدي اليها والتي قد تصل لتقسيم البلاد والاسبوع الماضي اقترحت المستشارة الاممية في ليبيا ستيفاني ويليامس تشكيل لجنة تضم ستة اعضاء من البرلمان وستة من المجلس الاعلى للدولة على ان تجتمع في الخامس عشر من اذار مارس الحالي في اي مكان يجري التوافق عليها من اجل وضع قاعدة دستورية للانتخابات